آهن على بلد العراق أثمر الدم في الحقول حسكا وخلف جرحه التتري ندبا في ثراه قال الشعر العراقي بدر شاكر السياب هذا النص وكان يرثح على بلاده وما وصلت إليه بعد حروب وانقلابات وحكم عسكري ودم ينزف بين الزنازين الموزع فيها لكن الندب التي تحدث عنها السياب تحولت اليوم إلى ثقوب في تمثاله بعد أن تعرض إلى رصاصات إثر اجتباكات في المحافظة التي التسقت باسمه البصرة يشير تمثال السياب إلى البصرة دائما وتشير البصرة إليه وكما يرتكز اقتصاد العراق على هذه المحافظة تضيف في تاريخها ومفكرها وشعرائها بعدا ثقافيا للبلاد التي تحبس أنفاسها الآن خوفا من البنادق التي لا يدري المعنيون وغير المعنيين متى تخرج إلى الشوارع وتشعل نيرانها ظلمة ليالي العراق شهدت ظلمة البصرة اجتباكة عرفة وهجمات صاروخية في القصور الرئاسية وقال نشط إنه صراع الأحزاب داخل المحافظة التي يتقاتل كثيرون فيها على حيزة نفوذها الاقتصادي نفطا ومناء وثروات أخرى طالت الرصاصة أيقونة البصرة وشاعرها الأكبر السياب الذي كان عليلا لم يرد من بلاده غير قبر في مقابرها الكئيبة قال وهو في عاصمة الضباب إن ميت يا وطني فقبر في مقابرك الكئيبة أقصى مناي وإن سلمت فإن كوخا في الحقول هو ما أريد من الحياة فدى صحارك الرحيبة أرباض لندن والدروب ولا أصابتك المصيبة لكن المصيبة التي أراد السياب أن لا تقترب من العراق تحل في كل دروبه ومدنه فهذه الأزمة السياسية يقترب عمرها من العام دون حل منظور أو مرتقب إلى أن سميت بالانسداد السياسي والتي تنتشر آثارها على كل مفاصل الحياة العراقية بما فيها الاشتباكة المستمرة هنا وهناك أما أمنية العراقية الآن ليس قبرا أو كوخا كما أراد السياب بل هي ليل آمن لا بنادق أو صواريخ فيه